بمئة انه كل ده بيحصل طبيعي بقى لازم تطلع شوية شائعات وماله احنا لو عاشنا من غير شائعات يبقى في حاجة غلط والله بجد والعجب تحت الاخوان يعني هتسبنا ليه؟ مش هتسبنا مش هتسبنا ليه؟ اقولك مش هتسبنا ليه؟ مش هتسبنا لانه بمنتهى البساطة درة التاج وزهرة الزهور هي مصر فلما انت تيجي تثبطه زبطة على الابلأ فمصر واتدمر هذا التنظيم في دولة المقر والمنشأ والمنبع ويصبحوا مجموعة من الفلول المتناثرة في عواصم ما بين أوروبا وغيرها فهيفضل طول العمر عنده الحلم بتاع حكم الخمسمائة سنة اللي هم قالوه احنا هنحكم مصر ومش هنسبها ولا بعد خمسمائة سنة او قالوا على الاقل خمسمائة سنة فالحلم لازال حاضر بس الحقيقة هو يعني احنا بنقولهم يا جماعة الحلم منتهي مش موجود انساء شوف لك حتة تانية غيري او ربنا ياخدهم ونخلص منهم واحد واحد يعني يبقى شيء رائع وجميل وعظيم وساعتها هقول الله يرحمهم يعني انا لقش مت في الموت بس ربنا ياخدهم ان شاء الله وبعدين احنا نبقى نترحم عليهم برحمتنا فبدأوا يشتغلوا على ايه على الشائعات من ضمنها الكهربا زادت من ضمنها سيمنز انسحبت من ادارة محطات الطاقة او قالك هو ايه محطتين واختروا اكبر محطتين في مصر قالك سيمنز انسحبت من ادارة اكبر محطة طيل الكهربا في مصر ليه يا جماعة انسحبت ليه ليه يا عم ناصر انسحبت ما تقول لنا انت راجل شاقي وعفريت وجابت ديب من ديله يعني بمناخيرك دي قلنا باداك اللي انا مش فهمه ده ادقه غريب كده بيميع الكلام كده بيدل عن نطق يا ناصر ايه قصتك انت او عدتكون اوروبا غيرتك ولا الموضوع ده من زمان تميع الكلام يعني مهم قالك اصلا ماخدوش مستحقته يا بجد حقيقي يا خبر طب ما تيجوا يا جماعة ناخد بعضنا ونخش على الموقع الرسمي الرسمي حلوى الرسمي دي الرسمي لشركة سيمنز في الحالات اللي زي كده الشركات اللي بهذه الاحجام يا سادة يا كيرون بتروح كدب على موقعها ان هي بتقوم بادارة وتشغيل المحطة الفلانية والعلانية والترتانية في مثلا جمهورة مصر العربية والمحطة كذا وكذا 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 في ألمانيا والمحطة كذا وكذا 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 مثلا في اليابان في الصين في المكسيك في نيجيريا ولما بتنسحب من إدارة محطة ما أو من دولة بكاملة برضو بتكتب يعني أولا بتحزف هذه الدولة من موقعها بتشيل المحطات اللي هي ما بتدرهاش من موقعها وخلاص مش بقولك بقى بتعمل بيان هي كل القصة انها بتسحب ده من على الموقع بس خلاص ما انت تيجي تخش مثلا تقول واللاين مثلا سيمينز كانت بتدور مثلا أقولك أي كلام يعني هنفترض انها بتدور عشر محطات في مصر انت فجأة هتليها بتدور في حالة الكلام اللي بيقولوا الإخوان هتبقى بتدور تمانية الله طب و لما يبقى عدد المحطات هو هو يبقى ده معناها ايه معناها ان الإخوان كذابين ولا سيمينز هي الاكذابة أكيد لا سيمينز مش كذابة ولا حاجة هو ما حصلش انها انسحبت المركز الاعلامي التابع المجلس الوزراء الحقيقة بالفعل تواصل مع وزارة الكهرباء قال لهم يا جماعة هو حصل مشكلة مع سيمينز قالوا لأ طب هي سيمينز انسحبت من إدارة محطة كذا ومحطة كذا لأ فانت هيجي تقول يا يوسف انت أكيد هتبقى عايز تقول الكلام ده هقولك حاضر أنا وحش ممكن تخش على الموقع بتاع سيمينز ممكن بعد إذنك أرجوك لو سمحت بس لو طلع كلامي صح تعمل إيه تدي الواد نصر على وشه تدي معتز مطر على وشه تدي الواد قسامة جويش على وشه يعني ما فيش حاجة غير كده أي واد من العيال اللي بيسموا نفسهم بلوجر بلوجر تدي له على وشه على طول هو لا صحة على انسحاب سيمينز من تشغيل محطات الكهرباء اللي موجودة في مصر لا صحة إلى إنه أصلا حصل تأخير مستحقات فقالوا إحنا هناخد بعضنا وهنمشي طيب هو مصر بالمناسبة لبس أعايز زيدك من الشعر بيت مصر بالمناسبة ملتزمة ملتزمة التزاما كاملا أصيلا بسادات كافة المستحقات في موعدها مش بسادات كافة المستحقات وأحط لك نقطة من أول السطر علشان أصلحنا مثلا إيه أجلنا لا نحن بنسدد في المعاد أي حاجة بنسددها في المعاد أي حاجة قرب في المعاد